موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حديثك على الهواء موسيقى اليوم رح نستضيف عدو بنحو الحرية تادي أبو رجالي ورح نستعرض نحن وياه أهم المواضيع على الساحة اللبنانية أهلا وسهلا فيك استاذ تادي مرسي أهلا فيك مروان مرسي على الاستضافة تانكيو أنه تشرفنا جينا لعندكم اليوم تادي بس تعرفنا على نحو الحرية ظروف نشأتها هويتها أهدافها السياسية نحو الحرية مروان مثل ما بتعرف نحن مش هلأ انشأنا نحو الحرية نحو الحرية من 2005 موجودة نحو الحرية هي حالة حركة بعد انفجار اللي صار واستشهد من خلاله الرئيس الحريرة نحنا كنا أول الناس يلي بدرنا وحسينا أنه لبنان بخطر وانزلنا وحطينا خيمة بساحة الشهداء بساحة الحرية ورفعنا شعارات يلي هي الخروج السوري من لبنان ونحن أساسا كنا مجموعة عم بتقاوم هيدا الاحتلال وتعرضنا للحبوسة تعرضنا للإضطهاد تعرضنا للتنكيد إنما بهالمرحلة بالألفان وخمسة حطينا خيمة ورفعنا هيدا الشعار وإذا بدك هيدا الشعار لقى إذا بدك استحساني كتير ناس بالألفان وخمسة وانتشر بين الناس وكانوا كتار عم بيساعدونا إذا بدك لنواجه هذا الاحتلال بالألفان وخمسة بس انتو كنا عنكن دور مستطر وبعيد عن الأضواء بين الاحتلال الصوري صحيح مثل ما كنت عم بيقول لك أنو نحن بيهديك الفترة كنا عم نقاوم يعني نحن من سنة الستة لالأربعة وتسعين لسنة الألفان وخمسة نحن بمقاومة مستمرة لهذا الاحتلال من خلال كتير النشاطات تعرضتوا شيء تعرضنا كل تقريبا أعضاء الأساسيين بنحو الحرية يعني أنا من الأصغر سنة أنا معتقى لأربعة عشر مرة بهديك المرحلة من قبل مخابرات الجيش اللبناني لوصلنا للألفان وخمسة بالألفان وخمسة رفعنا شعار نحو الحرية كنا عم نشتغل تحت غير شعارات وكنا عم نشتغل إذا بدك على حسب الغزنامة السياسية بالبلد فبالألفان وخمسة بس رفعنا هذا الشعار ونحن مجموعة منظمة بفترتها بهديك الوقت وكنا إذا بدك بعدنا بالحالة الطلابية كثير منها وكثير منها كان عندهم إكسبرينس وتجارب سياسية وحتى حزبية وحربية سابقة قدرنا أنه نعمل حالة وهيد الحالة تشكل فرق بالمجموعات بالألفان وخمسة تقدر تستقطب كثير من الناس وتقدر تعمل تعمل إذا بدك يعني تتحدد الدايركشن بأي اتجاه بدك تكون المقاومة وكيف لازم تكون فقدرنا نوصل للأهداف يلي وصلنا لها بالألفان وخمسة يلي هي خروج الجيش السوري عودة مشالعون من السفر خروج دكتور جعجع من الحبس ويعني اعتقال إذا بدك وأسقاط النظام الأمنى اللبناني السوري يلي كان موجود بهديك الأيام عادة الحرية للأم تي في يلي كانت إذا بدك ممنوعة بهديك المرحلة فهيدول إذا بدك كانوا الأساسيات والأهداف الأساسية الفرق بوقتها كانت الأهداف كتير واضحة السيادة كانت مثل دايمر بالنسبة لنحو الحرية هي مدمك أساسي حطينا هيد الأهداف ومشينا على هيد الأهداف من 2005 ل17-20 هيد الفترة هيد الفترة بس وصلنا لهيد الأهداف بهديك المرحلة رجعنا في بعض الناس يلي كانوا بنحو الحرية حبوا يرجعوا يلتزموا بالأحزاب لأنه عادت إذا بدك يعتبر بعض الناس أنه عادت الحياة الحزبية إلى لبنان دكتور جعجا خرج من السجن عاد ميشيل عون من المنفى وإلى آخره في كتير ناس حبوا يرجعوا يلتحوا إذا بدك بالأحزاب الكبيرة نحن كحركة نحو الحرية بهديك المرحلة كنا عم نجي نقول قبل ما الواحد يلتزم بأي حركة خلينا نشوف نحنا شو الأسس الأساسية اللي تبنى على أساسها الأحزاب أو الحركات هل يا ترى هل الأحزاب الكبيرة بتطبق الأشياء الأساسية لتقدر تقول عن حالة حزب أو حركة سيادية أو 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 فكان صوتنا غير مسموع ولا كنا إذا بدك عم نصرخ بغابة الصوت كتير بعيد إنما كنا عم نخلق نواة ناش تغييرية يعني هل هي هذيك المرحلة كنا عم نكب البذرة اللي عند الناس تتقدر تستعمل إذا بدك الوعية اللي عندها تتقدر تعرف إنه نحن اللي عم ينزرع من الألفين وخمسة للألفين وهيدا رح يرجع نحصده وصلنا لحالة بـ 17-20 بالألفين والتساطاش كانت استويت إذا بدك هذي البذرة ولقينا أنه الجو العام حاضر ونزلت العالم بشكل عفوي بالألفين والتساطاش لقينا حالنا تلقائيا يلي كنا مع بعض بالألفين وخمسة التقائينا بساحة الشهدة التقائينا على جل الديب التقائينا بالزوء التقائينا بالبترون التقائينا بترابلوس وبكل هيدا المناطي عملنا نوع من assessment لنقدر نشوف نحنا إذا بدك بيصد على الإكسبرينس يعني بناءا على الخبرة اللي عندناها بالألفين وخمسة هذا الحراك أو هذه الثورة لشو بحاجة وشو الانجريديون يلي نقص يعني وعيوا العالم أنه هيدا منا أحسب هيدا أبائي المنظمة مية بالمية في البعض بيعتبر إذا بدك هيدا هيدا التعبير في بعض بيعتبر أنه هيدا بيوتات سياسية إنما بتسمي حالها أحزاب حتى ما تقدر حتى تكون عم بتقول إنه هي منها جاية من وراسة سياسية وإلى آخرها إنما عمليا عمليا هيدا الأحزاب أنت ما فيك تنتمي لأي حزب من هيدا الأحزاب إذا أنت كنت لا تحبز قائدها أو زعيمها وأنت بالنتيجة إذا ما كنت من الحزوة يلي محيطة فيه أنت ما إلك دور بقلب هذا الحزب شو ما كان نوعه الأحزاب عم نحكي عن كل أحزاب بس هيدا بيقولوا غير شي يعني هيدا بتضحط نظرية اللي هيدا بيقولوا فيها أنه الحياة السياسية لا تستوي من دون أحزاب صحيح ولكن هولي مش أحزاب أنا معها النظرية يعني اليوم أي حياة سياسية التغيير يقوم على الأحزاب الأحزاب السياسية إنما أنت اليوم بس بدك تقول أو تعطي توصيف لأي حركة أو لأي جمعية أن هذه الجمعية حزب فيه أساسيات بده يكون فيها شو هنده أساسيات؟ تداول السلطة الشفافية بالموضوع المالي أنه يكون فيه مشروع خلينا نبلش بمشروع ورؤية عند هذا الحزب واضحة وهذا المشروع الأهدافه تكون واضحة بناء على الأهداف العامة بيكون فيه إذا بدك أكشن بلانز يعني أهداف مش استراتيجية خلينا نقول تكتية بتوصل الأهداف استراتيجية اللي نحن رايحين عليها ومن خلالها أنا بغض النظر إذا أنا بحب الزعيم ولا لا إذا أنا بحب نائب المنطقة أو لا أنا دورة إنه أشتغل على هذه الأهداف مش دورة إنه حب وأعبد شخص معين اليوم تحول بالبنان العكس مش إن هيك نحن توصيف حزب للأحزاب الكبرى اللي موجودة في لبنان هو توصيف خاطئ مش إن هيك نحن بحاجة لإنشاء حركات وأحزاب جديدة تتمتع بالشفافية بالشفافية باتخاذ القرارات بالشفافية بالموضوع المالي بالشفافية بالعلاقات مع الآخرين بالشفافية على كل المستويات وكيفية إذا بدك الوصول إلى الأهداف والأهداف تكون معلنة مش أهداف خاصة تتعلق برئيس الحزب اليوم الأهداف لازم تكون أهداف عامة إنما إن العمل السياسي نحن من قيمة بنحو الحرية هو نوع هو فن شريف نحن نتبعه لتحسين المجتمع طبعنا يعني أنا اليوم عم شيل من وقته بشكل مجاني عم حط من وقته وجهد وتعب وإلى آخره لا أقدر حسن بالبيئة أو بالمجتمع يلي أنا بنتمي قبلش في ناس وليس العكس مش لا أنا استفيد بشكل شخصي هو عمل عام الخير العام هو لازم يكون إذا بدك المحور الأساسي لأي تحرك حزبي اليوم إذا بتتطلع بالأحزاب الموجودين عم بيشتغلوا الأحزاب والحزبيين بكل حركتهم كرميل خير خاص عند رئيس الحزب هيدا إذا بدك بتوصيف الحزبي فمشان هيك نحن خارج كل الأحزاب اللي موجودة ومشان هيك نعتبر أنه اليوم أنا إذا بس يشوف الأحزاب الموجودة بس يشوف فيقلوا مصلحة اليوم بالتعاون بحياله شي لو يخالف الخط السياسي يلي الحزب ماشي عليه إذا رئيس الحزب تقلوا مصلحة شخصية أنه يغير هيدا الخط من روح بالتغيير اللي بده إياه وبتلاقي الناس انساعد مع رئيس الحزب ما حدا بيسأل حاله خير طب حيث الجمهور طب قولوا من شو مكون؟ البعض ياصفهم بالغنم البعض الثاني أنه بقول أنه هولي ماشيين عم صالح هل فيه أناعات ماشيين وراها الزعيم لك أنا ما بحب أوصف الناس بغنم يعني الناس هني ناس نحن الشعب اللبناني عنده محبة كبيرة أول شي هيك بس بسبب المزح يعني هالحب من طرف واحد بين هيدا حب غريب يعني لازم ينعمل على كتب لازم ينعمل أبحاث عنه حب من طرف واحد بين الحزبيين ورئيس الحزب بتلاقي الحزبيين بيعبدوا رئيس الحزب بشكل كتير كبير ولا مرة منشوف أنه يعني فيه إذا بدك هالك ريسبروك من رئيس الحزب ادي عم بضحي حقيقة كرمال aynı هيد الناس او دة رجع لي حق نلافط هذا الناس الناس يلا يضابط، الناس يلا صار عندها CONDICOP معين الناس يلا أغطى فيатель بيدها الناس يلا شفنا الناس daily حرقة حالها عمليا كرمال الزعم والسيئسيين وليس لا شفناiblical من هيدال الزعم والسيئسيين كرمال مساعدة هيد الناس فهيدا الحب المنطرف واحد هو حب غريب فبتلاقي الناس نحن شعب اللبناني بشكل عام شعب محب شعب معطاء بتلاقي انه بيعطي 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 انما في عنا مشكلة صغيرة الدم عنا رخيص يعني مندفع دم مندفع دم مندفع دم ولا مرة عم نعمل ستوب اذا بدك هيكي وقفة نجي نسأل حالنا هيدا الدم يلي دفعناه اسم صار في وعي بعد 17-20 وعيه شوي بس خلينا ازبطي هيدا الدم يلي دفعناه وهيدا اليوم شو طلالنا منه ليش اخدنا الزعيم لندفع هيدا المبلغ وهيدا الكم من الهائل من التضحيات ومن الدماء بالاخر شو الاند برودكت شو النتيجة شو كانت ولا مرة جينا سألنا حالنا انه خيه الى اين قادنا هذا الزعيم الى اين قاد الجماعة قاد حاله اوكي عمل لحاله اوكي عم بحكي عن كل الجماعات من كل الطواف مش عم يكون لطرف معين حتى ما حدا يعني لانه هيدا الشي اللي عم بقوله ينطبق اذا بدك على كل اللبنانيين من هون اجا الوعي بـ 17-20 وهون الشغلة الحلوية اللي صارت بـ 17 انه كل اللبنانيين لقوا حالهم اذا بدك مخضوعين من هزي الطبقة السيوسية وحبوا يعملوا ردة فعل هلا في بعض الناس بيصخفوا انه ردة الفعل اجي تكرمي الـ 4$ على الواتساب لا ما كانت قصة 4$ قصة تراكم من ضعف اذا بدك بادارة الحرية من ضعف بادارة الطرقات التعليم كل شي على كل المستويات هيدا الدولة اثبت يتفشلها لانه كل هيدا الطبقة السياسية يلي موجودة عنا كلهم ما حدا بالهم بالمنفعة الخاصة اذا بدون يعملوا طريق بدي يشوف شو بدي يطلع له من الطريق واذا بدون يمد كهرباء بدي يشوف شو بدي يطلع له هو من مادة الكهرباء واذا بدون يمد انترنت بدي يشوف هو شو قلو منفعة خاصة وقال له ما بتصير انتو انتو اتين من رحم المقاوم المسيحية بدي اسألك شو تقييمك للاحزاب خلينا نقول المسيحية اللبنانية اللي عندهم قضية لبنانية تاريخيا كانوا يلعبوا هالدور شو رأيك عم بيلعبوا دور هالأحزاب المسيحية دور التاريخي بالحفاظ على الكيان نحنا ليش منسمى المقاوم اللبنانية لانه حقيقا يعني يعني قرينا نحكي اذا بدك المسيحيين لبنان هن بيتعليمهم حتى تعليمهم الدينة هن لا ينفاصلان عن لبنان عن لبنان الكيان فانت بس تدافع عن لبنان الكيان انت عم تدافع عن الحرية بلبنان والمسيحة بكل تاريخه النضالة اذا بدك كل الباز الأساسي بنضاله هو الحفاظ على الحرية حريته وحرية غيره بس نحكي عن الحرية مش انا باخد حريتي وبقمع حريتي الاخر حريتي انا بس اصلى هيدا هو اللي دايما الخوف والهاجز كان تاريخيا عند المسيحيين هلا السيادة اللبنانية وانت هيك السيادة اللبنانية ساقبت انه الاحزاب بطبعة الاكبر كان مسيحي من اول ابل 75 وبالجاة مشان هيك في بعض الناس اختلطت عندهم وصاروا يسموها المقاوم المسيحية انما بهيد الاحزاب في نسبة اكتر تفوق ال 15% من شهداء هن من غير طواقف لانه كانوا مؤمنين بالدفاع عن لبنان لبنان الكياني اللي نحنا بنشوفه اليوم نفس المشكلة عم نجع نمرق فيه اليوم لبنان منتهك سيادته منتهكة هو تحت احتلال مقنع من قبل الناس اللبنانيين يقتمروا بشكل مباشر من الايرانيين يعني لبنان تحت احتلال ايراني المقاومة اصبحت ضرورة ونحنا كنحو الحرية بنحب نعتبر حالنا وامنعتبر حالنا وعم نجهد انه نكون جزء من خلق مقاومة لبنانية حضارية تخبرنا عن العريضة اللي اطلقتوها شو محتويها شو مضمونة شو اهدافها اذا بتسمح لي بس لأقلك يعني قبل ما نطلق العريضة يعني اخدنا الخيار اعادة احياء نحو الحرية اخدنا الخيار انه نرجع نجمع بعض لانه الاينا اول ما بلشت الثورة راحت الثورة بقضايا مطلبية اكيد مية بالمية نحنا بحاجة لكل القضايا المطلبية اللي طرحت ب17 تشرين انما في بعض اساسي ومحرك اساسي لا تستوي فيه الدول اذا كانت انت ما فيك تعمل دولة ما فيك تأسس كيان اذا كان هذا الكيان تحت احتلال شفنا دايما هيدا الجزء كان ناقص بالتحرك ما فيك تعمل دولة انشاء الدول اللي اه طبعها بالالفابة بتبلش هي سيادة هيدا الدولة اشتغلنا كتير مع كل الجماعات مع كل الجماعيات نحنا متل ما بتعرف مروان نحنا ما مشتغل علنا مش مش للإعلان منشتغل لنعمل اذا بدك تغيير تنقدر نقنع الناس انه ما في لبنان تحت احتلال لازم نبلش اول شي هيدا الاحتلال يروح لانه هيدا الاحتلال اللي مناسبه كتير هيدا الطبقة الفاسدة هيدا الاحتلال كتير بينمع على البرازيت يلي موجود لانه كل ما تضعف الدولة يلي موجودة كل ما تقوى الدولة اذا انت حقيقة بتك تعمل دولة الدولة لازم تخف تتقوى فيها الدولة من هون لازم نحنا نبلش بعملنا السياسي من خلال اذا بدك مقاومة الاحتلال الموجود يلي هو ممثل اذا بدك بحزب الله فهيدا اخدت معنا باركور جينا قلنا تنقدر نوصل لهيدا المرحلة هيدا نشوف شو الوسائل اللي معقولة تساعدنا بس انتو بتميزوا بس سوري تادي بدي اطشك بشغلي بس لا نفهمها يانو هيدا صارت متداول بها بالاعلام انو ما بدنا مقاومة الاحتلال الايراني مش معارضة الاحتلال يعني شو الفرق بين المقاومة والمعارضة اوكي المعارضة هي عادة اللي بده يكون شيء منتمي للبلد انا بعارض ضمن التركيبة اللي حاضرة انما المقاومة انت عم بتقاوم شيء غريب عنك انت عم بتقاوم لانه عمليا هو شيء غريب انت القرار هو منه قرار لبناني السياسة هي منا سياسة نابعة من لبنان حتى الثقافة اللي اليوم اليوم في احتلال ثقافة للبنان اليوم اتحولنا من فيروز ووديع الصافة وا 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 الى ثقافة ما بعدش اسمه بركات ما بعدش اسمه الشخص يعني حتى بالفنون ما بقى في فنون بلبنان حتى الفنون عم تتعرض لحرب اذا بدك ايرانية اليوم ببعض بكتير من المطاري عم بيمنعوا الغناء عم بيمنعوا الموسيقى عم بيمنعوا الرسم عم بيمنعوا في كتير هاي ده ثقافة غريبة عن لبنان مش ثقافة اللبنانية احنا بدنا المقاومة بتكون بالثبات وبالحضور وفي الى وسائل تانية كتير عم نشتغل عليها عم نحط اهدافها عم نجمع الناس يلي بدت قاوم ومستعدت قاوم مش تتراجع كرمال اهداف خاصة او مشاريع خاصة وهي ده اذا بدك رح يكون فيه الاعلان بالمراحل الى ايدي جوابا على سؤالك بموضوع العريضة بس بعد نختصر شوي بنا ناخد بريك صغير اوكي اعزائي المشاهدين مناخد استراحة صغيرة ومنكفي حلقتنا اعزائي المشاهدين منكفي حلقتنا مع عضو نحو الحرية تادي ابر جايلي تادي اذا فيك ترجع تخبرنا شوي بالتفاصيل عن العريضة اطلق كرمال صحيح بعد ما رجعنا جمعنا حالنا و الى اخره حطينا خطة عمال نحنا ما بنعمل نقطة من كل مال نقطة بنحط برنامج و بنمشي عليه احد البرامج ويلي فيه بعد تتمل الى يلي هي اطلاق العريضة من اجل لبنان بهيدا العريضة هي عريضة موجهة للامم المتحدة اهدافة هي او اللي بدو يوقع عليها اسمها Petition for Lebanon مضمونة هو اربع نقاط اساسية اول شي تطبيق القرارات الدولية المتعلقة باللبنان يلي هي الـ 15.50 16.80 17.01 تطبيق الدستور اللبناني تطبيق الحياة الحياة للبنان وتحقيق دولة بتفجير مرفق بيروت منسميه تفجير مرفق بيروت لانه نحن نعتبر انه مش انفجار وهيك صار صدفة صار فيه تفجير بمرفق بيروت فهيدولة هن المطالب الاربع الاساسية يلي بتتضمنن هيدا العريضة ولبنان بدون هيدولة الاربع اساسيات نحن نعتبر انه الدولة اللبنانية ما في مجال لتركيبة فيه قبر بنج بيعطونا اياها بيجوا بيعطونا مساعدة وهيدي كل المساعدات وقبر البنج وتسكيتنا بكسان سكر من هون وكسان قمح من هون وتسكيت الشعب اللبناني بهيدولة هن بس يتعود الشعب اللبناني على الزل يلي عم نعيشه اليوم عملياً اي دخل اموال باللبنان را حيروح مع ان الشعب اللبناني بيع حاجة للقلو را حيروح بهايد الدولة وبهيد التركيبة وبهايد النظام مثل ما هو راكب oruح بها المجموعة الي merekaudent را حيروح سرقة بسرقة بسرقة ورح نتعود على الاشحاده وروح نبطل شعب لنتج الانتج بي بيبلش ببيناء الدولة بناء الدولة بيبلش بتطبيق الدستور ببلش بتطبيق السيادي السيادي من خلال تطبيق ل divisions とبيق الدولية بيبلش بقضاء مستقل حقيقة حقيقة طب قرارات الدولية اللي عم تحكي عنا نعم صار لخمسة عشر سنة منا مطبقة صحيح طب وحزب الله واضح جدا أنه مرح يسلم سلاحه أنتو عم بتطالبوا بتطبيقة تحت الفصل السابع نعم تقولك نحنا اليوم عمليا مروان مثل ما أنت بتعريف نحنا كنا عم رحاتي مثل هيكي قديم ونرجع نعمله هيكي على الواقع الحالي بالألفين بعد الداز صار بميفوق بسبتعاش ميفوق بدار سيدة إليش تكريما لشهداء المقاومة اللبنانية رجع صار فيه إذا بدك أنعاش لروحية المقاومة عاش المجتمع هيكي أنه فيه رجع حركة بوجه جيش السوري بيلحقها ضغر بعد ثلاثة أيام شغلة كتير أساسية صارت يلي هي بيان المطارنة والبطاركة بعشرين أيلول سنة الألفين يلي طالب فيها بشكل مباشر خروج جيش السوري أنا بمنطقة أنا خلقت وربيت بمنطقة اسمها برمانا يلي هي منطقة إذا بدك تنعد منطقة مسيحية وإذا بدك قريبة لمعارضة الوجود السوري تقاومت بوجود السوري فالذي صار بوقتها انبسطت أنا من الشباب يلي هيكي حسينا أنه صار في عمنا مرجعية عم بتطالب معنا بشكل أساسي باللي نحنا عم نطالب فيه واللي نحنا عم ننحبس كرماله حقيقة صاروا اكتاري يقول لنا شو دي حتى كله حكي ولوان إلى آخره إنما عمليا أخذت أربع سنين وصدر لـ 1559 في 2004 وللـ 2005 يعني أخذت خمس سنين مين كان بيقول إنه الجيش السوري بده يظهر من لبنان يعني ولا بالحلم إذا واحد بده يجي يعمل هيكي النوع من مأيس يزين المأيس والقوى والطريقة بهديك المرحلة كان رئيس الفرنساوي عم بيجي يقعد بالبرلمون اللبناني لا يقول إنه ضروري ومؤقت الجيش السوري بهديك المرحلة ما حدا كان عم بيرد على اللبنانيين على المقاومين ما كانوا عم بيقدروا ياخدوا موعد من سنة الرواحد بأمريكا تقدروا يقولوا تعونا إحنا شعب حر عم نطالب حرية بلدنا تعووا ساعدونا وكونوا معنا المصالح لعبت على حساب اللبنانيين بس إذا أجوا حطوا اليوم الصين أم روسية ذاته واقف كل شيء قبل ما نوصل للصين وروسية على الشعوب إنه تجي تحدد هل ياترى نحنا بدنا نضل تحت احتلال؟ هل ياترى نحنا من آمن بفكرة إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر؟ إذا من آمن فيها خلينا نحطها على الطاولة وخلينا نجي نقول شو الحياتة اللي بدنا إياها كلبنانية؟ وطاعوا بعد منا تنجمع القوى اللي بده مقاومة هيدا الاحتلال وعن جد بده تحرير لبنان يعني فيه برنامج عمل بده يصير فيه إذا بدك فلو يعني بده يتطبع مثل اللي تبع سنة الألفان اليوم أول شيء خليها نعرف مين بده تحرير لبنان من هيدا الاحتلال؟ من بده يقاوم هيدا الاحتلال؟ فيه ناس تستعمل هلأ هذه الشعارات كرميل بانتخابات النيابية كرميل أهداف سلطوية مش أنه ماشيين عن أناعة لأهداف وطنية مثل ما أنت عم تطرحا صحيح دائما بس أنه في ناس ما كانت تحكي عن الاحتلال الإيراني هلأ فجأةً عربت الانتخابات النيابية صارتوا ينلعبوننا فيها البهيات صحيح هيدا 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 وائع اللي عم بتقوله مروان هيدا وائع وبكل مقاومات الدول بالعالم دايما كان يبقى فيه ناس استغلاليين وإذا بدك بكعب راسهم المصلحة الشخصية تفوق المصلحة العامة وهيدول موجودين بكل المقاومات وبكل الدول ومش بس بلبنان وهيدول موجودين بلبنان إنما اليوم بلبنان نحن صاحة صغيرة وساحة ضايقة يعني نحن ضايعة والناس بتعرف بعضها والناس بتعرف تاريخ بعضها فيه ناس صار اللي عم بتقاوم أي احتلال من وقت ما خلقوا من هني وعمروا 15 سنة وفيه ناس طارقين إذا بدك على هذه المقاومة والمقاومة لازم تكون فاتحة إدايا خلي اللي جاي هلأ زواهي أهلا وسهلا يوعى ومتل ما بيقولوا يعني خلينا نعرفوا لهيدول الناس من ثمارهم والمستقبل هو مش يوم واثنين هو المستقبل هو عمر نحن وهيدول الناس هل يا ترى رح يكونوا عم بيشاركونا بأعمال المقاومة اللي نحن بدنا نقوم فيها هل يا ترى عم بيكونوا عم بيطبقوا يلي عم بيقلوه بس يوصلوا إذا وصلوا لشي مطرح رح نضل نحن كناس رح نضل ناكل ضروبة من كتير ناس لأنه فيك الزبين هي إنما نحن علينا أن نكون وعيين ونمشي هذا ما صار طبيعي أنتو تدي معروفين تاريخيا بالعلاقة الوثيقة مع البتركية كبتركية بغض النظر عن إذا كان البترك سفير ولا البترك الراعي هلا صحيح في مجموعة أطلقت سيادية أطلقها شمعون نعم وعم بيقول أنه البترك هو اللي دفشوا له شيء هو اللي داعمه لهالقصة كلها سواه شو معلوماتك؟ أول شي صحيح نحن يعني نحن إذا بدك نعتبر حالنا مقربين من كركة ولأنه بكركة تشبهنا من نشبهها نحن يعني بكركة تاريخيا هي المنبر والصرح خلينا نقول صاري مش منبر يعني هي صرح صرح الحقيقي اللي قاوم كل الاحتلالات عبر التاريخ مش عم نحكي عم نحكي ولا بآخر عشر سنين أو عشرين سنين عم نحكي بألف وألف واربعمائة سنة لورا وبنرجع وبعدها إذا بدك سيدة إليج يعني شاهدة على هيدا الموضوع وهيدا أنه بين شاهد على هيدا الموضوع وكل يعني مقرات البترياكية شاهدة هيدا مصار بكركة مين ما إجاب أترك يعني بيكون عم بيحمول إذا بدك وزن كتير تقيل من التاريخ ما بيقدر يزيح عن مصار الاستقلال والحرية والسيادة على اللبنانيين وكل اللبنانيين فمن هون نحن إقراب لأنه نحن منشبه هذا الصرح ومنحب تاريخه ومنحب نكون جزء من يعني إذا بدك دافع ضمن هذا التاريخ نحن تلقينا دعوة إنما ما كان في بالنسبة لأينا ما كانت كتير واضحة شو الأهداف الأساسية من هيدا الدعوة وثانيا نحن منع على علم أنه يعني اليوم ديما نبكركة بتدعم أي تحرك باتجاه السيادة إنما لا تتبنى هيدا التحرك أنا بعتبر أنه صار فيه خطأ لكن هني عم بيروجوا لألا إعلاميا هو بيتبنى أي مجموعة هني عم يعملي ماركتينغ لياخدوا كريديبليتي يعني هذا البطغم من هذا اليوم إذا بطلع أنا وياك اليوم نطلع لعن سيدنا بنقول له يا سيدنا نحن عنا فكرة بتساعد إذا بدك للحصول على سيادة لبنان وإلى آخره وعم نفكر أنه نعمل هيك 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 بقلنا الله يوفقكم يا أولادي والله يكون بيئتكم لأنه نحن السيادة بحاجة لقلق إنما تحرك واستعمال اسم كركة ضمن أي تحرك أنا ما بشوفه بمطرحه ولا بشوفه حقيقي ولا بشوفه صحيح نحن بالنسبة للعريضة نحن أطلقناها ورجعنا عملنا إعادة إحياء لقلق من الصرح البطرياركي من كركة وما سمحنا لحالنا نقول أنه يعني البطرق متبنيها مع أنه هيدا أكبر نوع أكبر شكل من أشكال التبني أنه استعملنا الصرح بحد ذاته واستعملنا المقر والقاعد وما سمحنا لحالنا نقول لأنه اليوم على بكركة أنه هي تقول أنه والله هيدا اللي بيصدر عن بكركة بنقول أنه هيدا بكركة عاملتول اللي ما بيصدر عن بكركة بالنسبة لأنه أكيد رح تكون بكركة دائمة لأي تحرك سيادة بس مش بشكل خاص الاشياء اللي صار واضح اذا بنا نقول لانفجار المرفأ وفيق صفا هدت القاضي بطار علنا هل يعني فتنة بمرحلة الاطاحة بالقاضي بطار ودفن قضية انفجار المرفأ لك هيدا شكل من اشكال المقاومة كمان يلي عم بتصير اليوم ما بدي اقول وقاحة اللي عملها لانه هن وقحين قول قول لا لا مش ما بدي اقول وقاحة بس استغرب الشغل اللي عملها انا مستغرب كيف ما اتدعوه عالتحقيق اي يعني هيدا هو الاستغراب الوقاحة هو بردة مش وقاحة وفيق صفا وفيق صفا اكيد هو اكتر من وقاح هو محتل بالطريقة محتلة لادارات الدولة لانه لا عنده صفة ولا عنده يعني ديما المحتل وقاح ماني مستغرب انه يكون بها الوقاحة وبهايدة العلنية هيدا فائد القوة خليه انه يطل براسه اكتر ويقول بشكل علني ولا تفرق معه الدولة لانه صارت مؤسسات الدولة بايده وبيجيبته قادر يتحرك متل ما هو بده ولا عتلين هم انه حدا يقوم عليه فما بقى في عنده مشكل انه يطلع يهدد قاضي بشكل مباشر او يبعت رسائل تهديدية بشكل مباشر ما بقى يخاف يقولوا ولا نحن اتلين ولا بقى يخافوا انه يقولوا انه عالم يقولوا عنهم انه هن بيختالوا لانه تبين لقلون انه خيين احنا فيه هن عندهم بيئة حاضنة عندهم مصاري عم تجيهم من برا بقدروا يسكتوا العالم بالمصاري فيه شبكة مصالح لاقطين فيها اذا بدك هالسياسيين الفاسدين ما بقى خيفنين انه يخسروا شي هن معروفين ارهبيين علنا فيه عندهم بيئة حاضنة هن معروفين انه لا ينتمون الى لبنان سياسيا حسب الله ما نكر ما نكر انه هيدا تهدد برسالة ما عندهم مشكل طلع ارار بالمحكمة الدولية يعني انه هن اللي اغتيلوا الرئيس رفيق الحريري ولا عندهم مشكل في بعض الناس واكتر الناس بيعرفوا انه هن علنا حاولوا اغتيال بطرس حرب وهن قتلوا سامر حنى معروفين ما فيه تقتل ولا عندهم مشكل انه يعني يعني يعنوها يعني بعد ناقص بس يطلعوا يقلوها وعلنا وما حتى انا بقول لك يعني انه حتى لو طلعوا قالوا خي عملناها بيعملوا انه انعف الله عن ما مضى لهالدرجة اذا بدك قالوا يا انتر مين انترك قالوا انت انترتوا ما حضرتني لهالدرجة ياخدين عارفين انه المسؤولين بالدولة اللبنانية صاروا بسيلتهم الصغيرة فمن هيدا المنطلق عم بيتصرفوا اوكي بالمؤامل فيه ناس مش مدعومين سياسيا مش مدعومين امنيا ايه مش مدعومين الا بالحق وبالموقف منهم القاضي بيطار منهم اهل الشهداء المعطرين يلي نحنا عموا بس ما رح نوصل لمحال حلو هالكلام جميل جدا بس عمليا عمليا عم بيتعرض لحرب كتير كبيرة اه نحنا نتأمل نحنا ما منروح على يعني ما منحب خي ليش تنقول ليش تنعلن الهزيمة قبل ما يصير فيه هزيمة ايه متل ما رايح الامور ما في حدا داعي وإلى اخره هي وخصوصا متل ما منعرف التاريخ باللبنان اه في شكوك كتير كبيرة يعني نقدر نقول بجريمة بهذا الحجم القضاء اللبناني اللي حاله قادر يطلع فيها بنتيجة خصوصا مع الضغوط اذا بدك والتهديد بشكل بشكل مباشر انما اليوم لحديث اليوم هيدا اللي بدنا نبني عليه بدنا نبني على اذا بدك ثبات القاضي وبدنا نبني على الجرأة يلي عنده اياها وبدنا نبني على الناس وعلى الشعب اللبناني يلي نزل بالذكرة السنوية لتفجير اربع قاب شفناه بمئات الالوف وشفنا الناس لحديث هلأ هيدا كنهار قدام نزل دعم القاضي بيطار قدام المحكمة وهيدا الارادة اللبنانية اللي بده توقف وتلتف حول القاضي هيدا هو يلي نحنا منعول عليه بالمقابل بالمقابل عم نشتغل يعني بكتير من المقابل عم نطالب بشكل حسيس القوة الدولية يعني هون بتجي القوة الدولية وادي عنده المصلحة اليوم بمساعدة الشعب اللبناني الحر انه على القليلة يوقف بهيدا الموضوع الانساني القانوني القضائي مع الشعب اللبناني بمساعدة الشعب اللبناني بمحكمة الحريري هيدا بروسدور طويل عريض وده تاخد لش 15 سنة ما جربناها بمحكمة الحريري يعني ما فينا ناخد مجدنا هيدا المرة نفس الشي بقى بموضوع تحقيق الدول تحقيق الدول يعني عنده حتى من قبل ايام الحريري كانت الدولة اللي عم بتطالب فيه هلأ الدولة مرافضة طالب فيه يعني هيدا بدت مدلش 15-16 سنة الخطريين نحن نحن في قضاء اليوم والقضاء اليوم عم بيشاري بيشتغل على الموضوع اساسا معروف يعني اليوم هالدفاع هالدفاع المستميط من قبل حزب الله ومن قبل كل اذا بدك الفريق بينتمي اذا بدك لسوريا سياسيا بيان واضح انه خيها الخوف من قصة التحقيق يعني اللي مش عامل شي وبريق ليش بد يكون هلقات خيفان بينزر على التحقيق وبشوفوا خصوصا انه هن عندهم ادرب الدولة قد ما بدك يعني حتى اليوم لو نزل على التحقيق ما بينزل معه حرس اكتر من معه القاضي حرس فهالخوف هن اللي عايشين فيه هدا بيعمل علامات الاستفهام كتير كبيرة خي ليش بدوا يكونوا هلقات خيفانين من هيدا التحقيق وليش هلقات بدوا يكونوا رافدينه لانه رافدين اي شكل من اشكال الدولة خصوصا حزب الله القضاء اساس الملك هن رافدين اي ملك لحدا اخر غير عنه هن رافدين اي ملك لبنان هن بدون الملك يكون للايراني بشكل كامل وتام فاليوم اللي عم بيصير فيه القاضي عم بيجرب يشتغل على هيدا الموضوع ويعطيه الف عافيه وقالله يحميه ايه نحن كشعب لبناني شو نقدر نعمل غير انه نوقف حده غير انه ندعمه غير انه نطالب غير انه نتجمع اكتر واكتر غير انه نكون داعمين لهيدا القاضي بهالمقاومة اذا بدك ياللي عم بيجرب يعملها على مستوي الشخصي هيدا اللي بنقدر نعمل ونطالب بالحق انه بالقانون اللي بناني هو عنده السلطة كاملة انه يقدر يحقق مع هيدول النواب والوزارة السابقين لانه هيدا القضية هي مش قضية لا اختلاص ولا قضية شي تاني هيدا قضية تقتاب على قلو بشكل مباشر رح اسألك سؤال غير اعتيادة طب نحنا صارت الامور واضحة ما بدنا نهبط حيطان ولكن التحقيقات الداخلية ما رح توصل لمحال وحتى اذا حس حاله مزروق حزب الله كتير بطيرة بطريقة ام باخرى على طريقته يعني وبنفس الوقت مش معروف يعني شو بدنا نعمل خطوة التانية طب ليش ما منعتمد على الاتهام السياسي المباشر لحزب الله ومنبني على الشيء مقتضاء بلا ما نفوت بكل هالزوريب نعم اذا بتتابع صفحة نحو الحرية نحنا توجهنا بشكل مباشر الاتهام لانه هو عم يفشل مسار قضائي وهو كان بعد ما فيه له اسم فيه يعني الحديث هلا يعني هو ما طالب القاضي اليوم اي شخص من شخصية حزب الله انما عمليا حسن نصر الله طلع على التلفزيون كذا مرة وطالب بانه هذا التحقيق هذا التحقيق مسيس وعن بهدد القاضي كزمر واخر شي وصلنا انه وفق صفحة طلع وهدد بشكل مباشر وبعث رسالة بشكل مباشر وكمان ما نفى ولا عنده مشكل انه ينفي مفرقينة معهم فاليوم عمليا رحنا نحنا باتجاه يعني هو فيه عنده خوف من هيدا التحقيق يعني عمليا سياسيا هو متهم صار بحكم الإجبار انه هو صار بيعبعه معلومات عامة صار صارت معلومات عامة فنحنا رحنا باتجاه بس هيدا بس هيدا بدا تترافق مع مصار قضائي فيه أهل مثلهم أولاد ومثلهم أخوة ومثلهم إلى آخرية هيدا المصار القضائي هيدا حقهم وحق اللبنانيين انهم يعرفوا مين فجر مدينتهم ومين قتلهم أصحابهم ومين إلى آخرية هيدا حق طبيعي انه يمشي المصار القانوني بشكل طبيعي نحنا ما فينا بس لو عارفين انه خلص هو عم بيجي يقلكن هو يوم حزب الله اجا قال من خلال اللي عمله وفق صفا انا قلي خصة بهيدا التفجير وممنوع هيدا التحقيقي كافي نحنا قدامنا هيدا حلين يأمن طالب الدول الصديقة تجي تدعم لبنان يأمن تجمع لندعم القاضي يعني هيدا هي الحلول تجمع لفنساوية والدول ما يسمى بالصديقة متبعة سياسة المحبات لإيران وعم بتراعي إيران وعم بتأمن مصالحها على حساب اللبنانية اليوم هيدا الدول الكبيرة ما في عنده شيء اسم صديقات دائمة ولا في عنده شيء اسم عدوات دائمة اليوم هيدا الدول الكبيرة بتشتغيل بناءا على مصالحها نحنا اليوم كلبنانيين وخصوصا كسيادين بالنسبة لهم قدامنا نشكلهم مصالحهم نحنا مش موجودين بالسلطة ولا موجودين بالدولة ولا منقدر كثير انه نفيدهم بما يتعلق بالقرارات السياسية باللبنان ولا حجم لبنان بشكل عام هو ضمن المصالح الأساسية يلي هيدا الدول تنظر له اليوم إيران أكيد حجم دولة كثير ضخم عندها مؤدرات كثير ضخمة عندها مواد أولية كثير كبيرة عندها نفط إلى آخره موقعها الجغرافي جدا مهم يعني بين الشرق والغرب فأكيد بيكون هيدا الدول الكبيرة عندها مصالح أكثر لو ولو على حساب شعب حر عم بيقاوم كرمال الحفاظ على وجوده وعلى حريته وعلى استمراريته هون قدين احنا كمقاومين بدنا بس نسرع الفكرة نبريك ثاني هون بدنا علينا كمقاومين أدي نقدر نحنا نشكل حاجة نكون قوة ضغطة ما يصير بقى ولا أي شيء بلبنان بدون ما يكون اللبنان الحر هو له يعني قرار فيه شكرا لك أستاذ تدي وكانت حلقة شايقة جدا أعزائي المشاهدين نشوفكم بحلقات قادمة نشوفكم بحلقات قادمة نشوفكم بحلقات قادمة نشوفكم بحلقات قادمة اشتركوا في القناة